بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية ثانية ألمت به خلال شهر نقل على إثرها إلى المستشفى أصبح منصب الرئاسة شاغرا وعليه ينظم الدستور التونسي منصب الرئاسة في حالة شغورها بسبب مرض الرئيس أو وفاته أو أسباب تحول دون تفويضه سلطاته وفق هذا الدستور سيكون رئيس مجلس النواب محمد الناصر رئيس للجمهورية بصفة مؤقتة صلاحيات الرئيس المؤقت لا تشمل المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس النواب وإنما الدعوة لانتخابات الرئاسية خلال مدة أقصاها تسعون يوما عدة شروط يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الجمهورية أهمها أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم وجدين تونسيين وفي انتخابات حرة وديمقراطية يتولى المرشح الفائز مهام الرئاسة لمدة خمس سنوات أما صلاحياته فتشمل القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها إضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى رئيس الجمهورية تعين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة بعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان ويخوله الدستور حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على الاستفتاء وفي حال تعرضت البلاد لخطر يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وإعلام رئيس المحكمة الدستورية خطا ديمقراطية محفوفة بالمخاطر تسير بها تونس في خضم أوضاع محلية وإقليمية مضطربة لا تعطي سك أمان باستمرار المسيرة التونسية على هذا النسق